اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام بحلقتنا جديدي من برنامج حكي مصلاوي مبادرة رصيف الكتب التطوعية اللي نالت على جائزة قلادة الأمير محمد بن فهد واللي اختيرت هذه المبادرة كأفضل عمل تطوعي في الوطن العربي على نطاق التثقيف والاجتماع فكل البركة وكل التهاني لكل رواد رصيف الكتب اللي يقيم في مدينة الموصل من قبل سنتين وانا حيهم وكل هالموصل يحيهم هذا المشروع الجميل البسيط اللي ينخشعه كل يوم جمعة واتمنى من الكل يزورون هذا الرصيف كل يوم جمعة العاصغيات وستنشعون بكثير من الفقرات الفنية والتوعوية وبيع الكتب وكثير من الأعمال الفنية اللي تعطيك روحية جديدة جدد عندك الروح للحياة تعيشها داخل مدينة الموصل مع أهلك وناسك وعلى هذا الأساس نرحب أحد رواد رصيف الكتب الأستاذ محمود قداوي الكاتب والأكاديمي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بكم الله محيلك طبعا صديقي وأخوي العزيز أنت وأنا شرفني حقيقة تكون اليوم ضيفي بعد الحلقة شرف بك والله شرف خناة المصلية ومتابعيها الكرام الله يخليك تسلمني طبعا قبل أن نتكلم على مبادرة رصيف الكتب أحب يعني أعغف عنك أكتب إذا أسألك من هو محمود قداوي اسمي محمود فايز قداوي كاتب وأكاديمي مهتف في مجال النهوة وفي مجال الإصلاح الاجتماعي حاصل على شهادة ماجسير في اللغة الإنجليزية وتدريسي الآن في كلية النور الجامعة أحييك الله أحييك متزوج متزوج وعندي جوري 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 ورد أنت ورد الله يبارك وطبعا يعني وملأت الرصيف ورد بعضاك ومع بقي الشباب طبعا أغيد أعغف ليش أنت مهتم عادة بقضايا الإصلاح الاجتماعي وباقي الأمور من هذا الناحية يعني أشنو الدافع ليش نعم والله شوف نحن نهضة أي بلد الإنسان هو أساس النهضة يعني لما نشوف البنيان والتطور أساس كل هذا الشيء هو الإنسان نفسه الإنسان هو الذي يبني هو الذي يهدم فإحنا تركيزنا وإحنا بإمكانياتنا البسيطة نركز على الإنسان نحاول أولا نركز على نفسنا نحن يعني لما أنت تدعو الآخرين راح تكون أنت بالواجهة ولازم أنت أول واحد تطبق هذا الشيء الشيء اللي تقوله أنت أعتقد على هذا الأساس أستاذ محمود قدمت بمبادراتك مع رصيف الكتب أكو أسباب أخرى خليتك تشترك بهذه المبادرة؟ صراحة أنا يعني أعشق الكتب أعشق الثقافة وهي مبادرة رصيف الكتب جاءت يعني ردد فعل على تدمير شارع النجفي يعني بعد تحرير مدينة موصر من عصابات داعش مدينة القديمة ومن ضمن شارع النجفي الدمر طيب أحس ألك نعم أشق هو رصيف الكتب نعم رصيف الكتب هو تجمع ثقافي أسبوعي عصر كل جمعة يجتمع أهل المكتبات والمثقفين والفنانين والمصورين ورسامين وحتى الشباب الناشطين المجتمعين ومتطوعين وعامة الناس يجتمعون على رصيف الكتب اللي هو يقع في رصيف جامعة الموصل باب الرئاسة باب الملعب يعني هو ظاهر أشبه ما تكون بشارع متنبي في بغداد وأصبح هو الشارع الثقافي الأول في مدينة الموصل ما كان قبل رصيف الكتب شارع ثقافي فهو الشارع الثقافي الأول في مدينة الموصل لمحافظة دينها هو ليش رصيف؟ ليش ما كان مثلا بناية، محل، مكتب، مقهى، بيت ركن نعم هو التجمعات الثقافية الآن أنه كثير من التجمعات والمقاهي والاتحادات كل تجمع له صفته الخاصة وله غرضه الخاص هناك تجمعات تشتغل على الجانب النخبة هناك تجمعات تشتغل على الجانب الأدبي رصيف الكتب هو نجاحه ببساطته أنه مساكل الجمعة يلتقي المثقف والشاعر يلتقون مع الناس البسطاء فنحن دائما معروف دائما أن المثقفين والأدباء يكونون من عزلين في أبراج عاجية عن المجتمع ولكن رصيف الكتب يجتمع المثقف والطالب الجامعة والإنسان الآدي بهذا المكان فهو سر نجاحه ببساطته وبالمكان البسيط الذي يوجد به منطيقا نقول أن رصيف الكتب هي برهنة على أنه الشخص المثقف هو اجتماعي ممكن يلتقي بالغير المثقف خلينا نقول لتشعه يخطي بالشارع ممكن يلتقي بالمثقفين هل هي مبادرة بها الشكل هدف؟ يعني فعلا هو ربما ما كان هو هدف ولكن هو أصبح هدف خلينا نقول أو أصبح حد النشاطات أنه الرصيف يجمع المثقف ويجمع الإنسان العادي فتشوف يعني بعض الناس مثلا أو بعض الشباب عام شون بالمجموعة شاف تجمع عبر على الجهة الثانية سمع قصيدة ربما شارك هو شارك بسؤال أو ربما شارك ببيت شعر وهكذا يداخل المثقف الذي واجبه أنه يختلط مع المجتمع ويثقف الآخرين مع الإنسان العادي من الأشخاص الذين يطيقون ويشاركون بمبادرة أو شيء؟ من هل يطيقون ويشاركون ببادرة رصيف الكتب؟ والله الرصيف هو رصيف عام للجميع يعني إحنا شغلنا إداري ولكن هدفنا المرحلة والهدف اللي تقريبا الحمد لله حققناه أنه يتحول إلى ظاهرة الآن رصيف الكتب تحول بعد أكثر من سنتين تحول إلى ظاهرة يعني خلنا نقول قبل شهرين أنا شهر كامل ما رحت عن الرصيف فهذا كلم رحت جمعة من الجمعة رحت ماشاء الله المكتبات متواجدين مثقفين ورواد الرصيف قاعدين ولا كأنما وهذا هدف كنا نسأله أنه ماري يرتبط بفلان أو فلان أو شخص فلاني كان هدفنا من الأول يوم أنه يتحول إلى ظاهرة والحمد لله تحول إلى ظاهرة يعني فكرة رصيف الكتب كانت فكرة من شخص واحد وصغط على أرض الواقع بعد تعاون من نعم يعني فكرة من خطرة على بال من نعم بعد تحليم موصل من عصابات داعش اصدرت كتاب أو كتاب بسيط كان عنوانه ستة وستين مشروع عن نهضة الموصل يضمن الكتاب مجموعة من المشاريع التجارية والحكومية والتطوعية باعتبار أن نهضة أي بلد لا تكون إلا بتكاتف هذه الجهات الثلاثة اللي هو القطاع الخاص والجهات الحكومية الرسمية والمتطوعين فانضمن الكتاب هذه الثلاث فئات يعني عوامل ثلاثة والحكومية الأعلى نعم نعم نحن نتوقف عند هذه الأعمل الثلاثة اللي رأسينا خليقوا إن شاء الله سوف نكمل بعد الفقرة اللي نبدي بها اللي هي فقرة المصلحات المصطلوية واعتقد غشع البرنامج وغشع هذه الورطة اللي دائما يتورط بها خطيئة ضيفنا بهذا البرنامج نعم وأنت أحد من تورطيه الصراحة نبدأ بها نبدأ جاهز؟ جاهز المصطلح هو اللي يقول سين بالك على أخوك دير بالك أو انتبه مضغوب الغقبي ما خلي شيء ما أعملو هل ما بعوج العين؟ أول واحد إلى ثاني واحد كلتا مضغوب الغقبي ما خلي شيء ما أعملو يعني أنا عندي افتهم عنها بس ما عارف شو نعبر عليه مضغوب الغقبي مبعوج العين ما خلي شيء ما أعملو يعني شخص سيء أو هاك الشيء عفية لمن نبخص بشخص نعم نعم زيب نعبو أغشع مطنقر علينا أشبيك مطنقر يعني زعلان أو زعلان أغشع اندقر أش سمع أش غشع يعني هم اندقر هم ضاج أو طخط الحجغاي أو هاك الشيء طيب مندقر هو سياق الجملة مراتي يعني يعني تعطيك معنى الكلمة بدون ما تلقي معناها خلي كميل عندي خوش فقرات بعد والله قابوتك فتشيء فص من المقص فص من المقص خليك فص من المقص قابوتك فتشيء فص من المقص فص من المقص يعني شيء مليح بس ما سمعك تيواني جيد يعني فص من المقص من قول على شيء جديد يعني حلو يخبل عجبي نعم نعم هذا الأكل مخنبق ما شربت طبعا يعني نعم مخنبق يعني فاسد أو بينا طعم نعم جيد على الأكل زي على الأكل أش نشد دادا قول يا الله أش نشد دم أش نشد قول يا الله أش نشد يعني ماكو مشكلة أو هافي شيء كلها ماشي ماشي الأمور زين قينزل من قينزل من الدغيج واتكغبس يعني قلب تقلات أو هافي شيء الدعمل الدعمل وقع غاح اتكغبس يعني مرات تقولها كانوا هالقبل يقولوا يعني اللي وقع وقع يعني قعد بشخ الشكل وأكو من اللي يأخذوه على مفهوم على أنه هي مطلة الدهدة غاحب بها دعمل وصلت إلى آخر بالصلاح وديهم الاستوكات ما نغيدهم استوكات هي السكراب أو هاك الشيء حلو يعني ودي السكراب ما نحتاجه نعم وديهم عش نعم وديهم عد الجملة بالفصحة وديهم الاستوكات ما نغيدهم يعني أخرج السكراب ما نحتاجه أو هاك الشيء جيد سهلي نصف فصحة نصف خلص الفقرة طبعا ايه الشون يعني تشوف الفقرة هاي برأيك يعني والله فقرة حلوي وصعبي نفس الوقت ما يواحد يفتهمه مشاهدينا كرام فاصل قصير راجعي رجعنا معاكم مشاهدينا بعد الفاصل من برنامج حكي مصلاوي مع الكاتب والأكاديمي محمود قداوي سيد محمود طبعا حكي لي عن سفرتك وكيف شاركتم يعني أنتم أشهر صاغت المشاركة بهذه الجاعزة أو مسابقة خلي نقول مع الأمير محمد بن فهد مصر على ما أظن كيف سافرت كيف استقبلك أحكي لي هذه الرحلة خلي نقول وحتى أثناء تسليمك لقلادة الأمير محمد بن فهد نعم صراحة هي تقديم استمارة تقديم استمارة شوية مزعجة صراحة بها مجموعة كبيرة من الأسئلة ولازم ترفق معاها روابط وأدلة ومقطع فيديو والله استمارة صراحة براق هو لتولى التقديم عليها باخته قبل تقديم أكثر من ستة أشهر وبعدين جتنا أو سمعنا نزلوا منشور أنه إحنا كنترشحنا على المسابقة طبعا هي المسابقة حتى للتوضيح هي قلادة الأمير محمد بن فهد العالمية بدعة من مؤسسة أمير محمد بن فهد اللي نظمها هو الاتحاد العربي للتطوع ومقرب البحرين وتقام سنويا في الجامعة العربية بالقاهرة يعني هي مسابقة كبرى على مستوى الوطن العربي وبيها ثلاث فئات فئة الجانب الإنساني والجانب البيئي اللي هو الشباب ثورة الدنابر السنة الماضية فازوا به صح وجانب الثقافي اللي هو إحنا في الزنبي نعم طلعنا والله يعني أنا أستاذ صلاح لو رأب الله أتكمل يعني الموصل على السنة الثانية على التوالي تحصل على الأولى عربيا الجازة أولى عربيا في مجال لتطوع المبادرات هذا الشيء يعني فخر لنا حقيقة سواء كان ثورة الدنابر أم هاي المبادرة نصيف للكتب وحييك وحييك الله محييك والله صراحة يعني أبد نحن دعوة للشباب حيي الشباب المتطوعين المبادرين أبد لا يعني واحد يستخف بالنشاطات التي صارت وحتى لما رحنا غادي شفنا أنه أغلب النشاطات أو أقوى النشاطات هي في الدول التي تعاني من أوضاع صعبة يعني لا تتوقع أنه بالدول المرفهة تكون هناك إبداع فدائما الإبداع يكون ملازم للأوضاع الصعبة فشفنا مبادرات من السودان مبادرات من اليمن من سوريا وغيرها من البلدان من فلسطين مغزة كانت مبادرتين أيضا كانت مرشحة فالبلدان اللي تعاني مع أوضاع صعبة دائما يكون هناك الإبداع هناك المبادرة نعم روح المبادرة موجودة بكل شخص يحب بلده ويحب يشتغل أكيد مع غض كل البصر يعني ما نضحق على اللي يسمعنا حكي ممكن يقلل من أهمية اللي يحنا عن نشتغل مهما كان وين برأيك يعني يتركز غريزة النجاح عند الإنسان والله أول شيء أهم شيء الإنسان يكون عنده ثقة بنفسه ثقة بقدراته وعنده فيهد هدف هدف سامي يسعى له سواء هدف على مستوى المستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع وفي نفس الوقت ما يهتم للانتقادات ورأي الناس أكيد حتى يقال أن الشجرة المثمرة تضرب بالحجارة فمثل ما ذكرنا أهم شيء أن الإنسان يكون عنده ثقة بنفسه يكون عنده هدف سامي يسعى له أحييك أستاذ محمود طبعا حكي لي بعد أن أنتم سلمتم هذه انقلادة وطبعا عندي وقت همي أن أسألك على أنت مبادرتك الشخصية حتى مسيرتك همي ستعرف عليك أنت يهمي نحن متشوقين كشاب من المواصل واخرنا وصديقنا محمود قداوي أستاذ محمود أثناء سفرتك أول من أعلن اسم صاحب الجائزة حكي لي عن شعورك وقت وانت نحن كمصر مع أصدقائك شعور جميل جدا فرحة الفوز الجانب وفرحة التواجد هناك تواجد مع أخوة عرب من دول عربية مختلفة وكل الموجودين كانوا تعبان عن نفسهم ومبادرات كانت جميلة كانت فرصة حلوة أنه السنوات المالية يفتعلنا كثيرا عن الوسط العربي لماذا أنت الموصل لماذا لماذا الموصل حاليا في مصر ومن باقي الدول العربية هل متابعين الشأن الموصل هل رأيت متابعة اهتمام للدول العربية عراقيين وماذا الموصل بالتحديد أثناء معركة التحرير وأثناء سوطرة تنظيم داعش الموصل نعم والله اهتمام كثير وكثير تعاطف كبير العرب أيضا اللجنة المنظمة كانت خلفية عن الموصل وعن الأوضاع التي صارت بالأخص من خلال الشباب التي السنة الماضية شاركوا دورة الدنابر وصراحة هم كثير مقدرين هذه مبادرات الكبيرة التي صارت في الموصل أحيت المدينة بعد التحرير كان دور الدولة كان ضعيف فالذي أحيى الموصل هو المبادرات الشبابية مبادراتك لما طلعت ورسمت هذه الفانورامات والصور والشوارع الشباب الذين لطفوا الشوارع الشباب الذين قاموا يوزعون مساعدات المبادرات الثقافية التي صارت فبالعكس هم كثير يقدرون هذا وحتى هم ذكرون نا قالوا حتى إذا بالسنة القادمة أكون مبادرة من الموصل استحف لا لدينا مشكلين يعني دائما سنويا الموصل ونينو والعراق كلهم وجود بهذه المسابقة وبقية المسابقات العالمية حقيقي وحقي كل الشباب حقيقة طبعا محمود أنت حصلت على المركز الثاني في كتابة المقالة في مسابقة الفنون الإبداعية في جامعة الموصل 2009 حكي لي عن الكتابات التي تكتبها عادة ما تكتب لماذا تحب الكتابة وما تعني الكتابة بسرعة الله نعم والله خلي أقول لك البداية كانت مرحلة جامعية كانت مشاركة في إدارة مجلة أو نشر الجدارية كان اسمها الشجرة طيبة عبارة عن نشر الجدارية كانت موجودة في أدد من الكليات كانت هذه البداية الحقيقية كانت الهدف المجلة هو إرشادي وتثقيفي للطلاب بعد ذلك شوية شوية بدل الموضوع يطور خلال وسائل التواصل أيضا هي فرصة كبيرة لنشر الأفكار فرصة كبيرة للتغيير أيضا نتكلم عن نطاقة التغيير البسيطة التي حولنا وممكن أن نغير أفكار الناس الأفكار السلبية ممكن أن نغير إلى إيجابية السلوكيات الخاطئة ممكن فحاول السلوكيات الخاطئة الأشياء السلبية نركز عليها باستخدام أدبي بسيط من أجل الإصلاح والتغير رشاة الناس تتقبل مبادرات توزيع الكتب مثلا أو قراءة الكتب برنامج تثقيف المجتمع برنامج أنه يشجع يحبب الشباب اليوم على القراءة بما أنه هذا أسمى هدف لدى رواد رصيف الكتب وأيضا أعتقد أحد هدافك أنت الشخصية قبل أن تشتغل بهذا رصيف الكتب فهل أنه مجتمع المواصل طيق يقول هل بأمل أنه يكون شبابه قارئ الكتب محب الكتب وإنما كنا نحضر لرصيف الكتب تعرف كان أوضاع صعبة أوضاع كان صعبة جدا مدينة توتها طلعت من الدمار فكثير من الناس بعد أشلاء أهلهم بعد ما كنت طلعوهم من الأنقاض فأحد الشباب المثلق فيهم كنت تتحكي وطرحت عليه الفكرة قال لي محمود أنت أشعر تتحكي طلعي تعمل رصيف شوف الوضع شوف الوضع الاقتصادي ولكن اتفاجئنا بالعكس أن الناس الموصل الآن بحاجة أبيئة خصبة تتقبل أي أفكار باللخص إذا كانت أفكار إيجابية نعم وهذا تفنى بالرصيف الهدف الرئيسي هو إأمال العقل دعوة الشباب إلى العودة إلى القراءة عندي فقرة الهيتفون راح تلبس الهيتفون ما بعد تسمعني من الوضعه راح أطي كلمات وتجاوبة على شطاغتك نعم تمام بس قبل ما نبدأ بها راح أفطر أنه أروح فاصل مباشرة تناخذ الفقرة بعد عودتها من الفاصل مشاهدينا كرام فاصل قصير الراجعين رجعنا معاكم مشاهدينا برنامج حكيم إصلاوي مع محمود قداوي الكاتب والأكاديمي أريد أن أرى جهزيتك نعم جهزتها نوعا ما نوعا ما هذه الورطة طبعا يعني أنا يعني ما اتفقنا عليها أصلا مشكلتك مشكلتك والله فضل بسه جاهز امشي عالرصيف امشي عالرصيف نين عايمشون امشي امشي عالرصيف امشي عالرصيف امشي 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 اتنين عايمشون لا لا تستعجل لا 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 تستعجل لا تستعجل ما بالأشي اشي ببالك ركز ركز لا تستعجل لا تستعجل خصغط لا تشعل اسقي اسقي الزرق حرام لا اقول كل احد لا تستعجل لم تستعجل لا تستعجل لا تستعجل لا تستعجل يصيب الماء؟ لا سقي الزروح سقي الزروح سقي النباتات؟ صح صح الحمد لله طيب استخدم ديك استخدم ديك ايه اشترات بالطبع غا تهزغل او مش كتدلل يا ابا لا تشعل مغدحة؟ صح يلا صحيح اتعاون 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 قاتلوا؟ لا لا صحيح؟ نطيف يماكو شارع؟ صالح أخوك اخوك صالحو صالح 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 أخوك صالح أخوك صالح الصالح صالح صالح أخوك صالح أخوك أخوك اصدقاء? لا 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 المصالة أخوك صاير حلو صاير حلو أنت حلو 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 أنت حلو ما عوين؟ أنت حلو 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 شكتب أمرتلو؟ حلو خلو، خلصت الحلقة حسنًا حسنًا ركز معي، ركز تعجبني 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 رجع قولا كيفك بقر؟ آخر واحدة يلا منيشن عدل منيشن عدل إشع الحمد لله على السلامة الله يسلمك الحمد لله أنا متسمع ايه والله بس أشكرك كثيرا حكتني ماذا حكيت علي أقل لك لا تشعل أقل لك دقيقة أقل لك لا تشعل تقل لي ما قدحة أنا قلت لك صحيح أيستوا بعد ايه أقل لك لا اسمو شون بالله صالح أخوك ايه تقل لي تقل لي تقاتله تصافحوا يابا عني كيفك معه بلعك ماذا علت معنا ههههههه أنا أحييك ما دفقنا علي طبعا خلي أطفل هيت فون حتى لا يشويش علينا الحمد للع السلامي أو الشيء الله يسلمه آه وطبعا نعم نظل السمع كبيرة صهيرا بس ستحس بها أكثر هنا بذا برنامج راعيني زيم ما نقول لك تغخذنا وقت كثير تعبتني ليش لا والله ما تعبت ما تعبت ما تعبت لا أنا عادي جيد خير على خير سيد محمود طبعا هل احنا تشعر بانه هذا الرصيف بعد بحاجة الى افكار مشاريع جديدة هل كنتم تستقبلون افكار جديدة لتطوير هل تسعون لتطوير رصيف الكتب نعم والله ان شاء الله فكرة الرصيف الفكرة البسيطة ان شاء الله راح نبقى نحافظ على البساطة عمالها انه يستمر مع الرثقاء في اسبوع ومساكل جمعة واحنا يعني من البداية انه الرصيف هو مكان عام يعني اي موهي بلتجي او ما يحتاج اي اخر موافقة حتى احيانا بقية الايام يعني غير ايام يجوم اكي شباب يخلق المكان ما اجر قاعة اجر مكان اجي اعرضه بالرصيف فحتى بالايام العادية يعني بعملات يجون شباب يعملون فعاليات على الرصيف فالرصيف هو مفتوح فضاء عام للجميع وكثير من الشباب كثير من المواهب انطلقت من الرصيف الكتب وهذا ربما احد اهداف الرصيف احنا النشاطات ماننا مستمرة من خلال اللي نطلقها من خلال صفحة رصيف الكتب واللي نطلقها ايضا على عرض الرصيف مستمرة ممكن عندنا المشكلة الكبيرة المشكلة القديمة الحديثة اللي نعاني منها اللي هي مسألة التسقيف باعتبار انه موجود تسقيف بالصيف نعاني من اشعة الشمس الحارقة وكنا نحاول انه نعالج هذه المشكلة انه ناخر فعاليات الرصيف الى قبل المغرب بالشتاء المشكلة ما منطقة انعالجة وهي تساقط الانطار تعرف ان الماء هو عدو الكتب فاهل المكتبات تدعو اكو الجهات تدعوها والله ادعو ادعو الجهات الحكومية بلدية الموصر المحافظة يعني الجهات المسؤولة التي تعلق بهذا المجال اتمنى منها يعني تاخد دورهم باعتبار اننا نتكلم عن ايقونة ثقافية للمدينة موصر لا نتكلم عن مشروع عادي نعم اكو مشاكل توجوه غير هذه مشكلة التسقيف والله هي مشكلة احنا نركز على البساطة قدر الى امكان يمكن سر نجاح الرصيف هو البساطة البساطة نعم فاي مشكلة الكبيرة التي يعاني منها طبعا انا وصلت الفقرة الامثال مصلاوية نعم عش تشوف نفسك بالامثال بالله والله ما كثير المصلاوي قحي بس ما مثل قبل اجدادنا احطيك مثلا مصلاوي بس ترجمه انت حسب تفهمك بقط مثلا اول يقول لقمة هني تشبع مي لقمة هني تشبع مي يعني ما اعرف يعني اش نعوصفها يعني طيب نعم مثلا لقمة الحلال نعم نعم بيها بركي او بيها بيها بركي نعم نعم عافي عليك يعني انت من كملت لي اجابة نعم المثل بعد يقول البيضة ما تكسغ حاجة امت يقول هذا المثل الامة الشخص يعني شخص شخص قدراته ضعيفة ما ممكن انه يقف مقابل شيء كبير او هاكي شيء نعم هذا الشخص ما مؤهل نعم او هذا الجهاز ما مؤهل او هاي امور لدي اعمالها طبعا بنت الفاغة يقول عليه حفاغة بنت الفاغة حفاغة ليش يقول هذا المثل علي من ما تقصد بينه منت الفاغة حفاغة اول ما اصابيها يطلق هذا المثل على من يكون شبيه بأبيها او بأمه في الصرفات فرخ البط عوام فرخ البط عوام الجي بلعزيمي قليل القيمي اكيد يعني يعني ما مثل هو مقولة اكثر على اللي جاء بلعزيمي نعم اي اتجابوا هاي بلعزموا هاي اتجابوا هاي هكذا نقول علي زيم دفي غجلك وبغد غاسك ايش نقصد بينه هذا المثل هيني دفي غجلك وبغد غاسك ايه ايه حقك طبعا انت تعبتوك انا يضرب من انه تهيج وبيسبب حادث او خلي نقول الشخص اللي تهيج ثارت عصابه وقوله اتطمن ما عليك يعني لك شي الهم فهذا مثل يقال على الشخص اللي يقول على دفي غجلك وبغد غاسك لانه ذا عكسه الغاسي ذا يحمى يدري العصب وبالعكس غجلين تبرد والحمة تجي من الغجلين مثل بعد يقول اللي انغلب انغلب حتى لو كان لعب كعوب اللي انغلب انغلب غلب حتى لو كان لعب كعوب انغلب بعد لو حتى كان شقة انغلب انغلب وصلت يعني احنا كل من كان لازم يوضح مرات المشاهدين ولو الوقت يسعبنا صراحة يعني مستعجلها رجعت حليمة على عادة القديمة نعم انه عند عادة معينة فدائما تبقى على نفس هذه العادة وما تغيرها زين ما معلته من نقلك اقبض حسابك من دبش يعني لا تقبض اقبض من دبش يعني الدبش هو هذا طبعا اسرائيلي يهودي كان موظف بي احد ميناء بصرة كان هذا يعطي جور العمال على مستحقات بعدين هذا رجل سافر الاسرائيل غاح يقولون اقبض من دبش فصار مثل ساد من العراق نروح الى اخر مثل يقول غراب يقول غراب ويتشكه سود يعني لما شخص يعاني من في المشكلة معينة او في السلبية معينة فشو اشرح لكي يعني يتهم الاخر نفس المشكلة اللي هو يعاني منها الشخص كذاب يتهم الاخرين من الكذب يعني واضح ما غدا اوضح اكثر من اللي وضحت وفضلت بيه صديقي استاذ وطبعا ان شاء الله ايضا موهد كالدكتور محمود قداوي ضيف حلقتنا لهذا اليوم اهنيك واشكرك على سعة صدرك شكرا لك حييك وحيي سيدة مخرج وكادر موصلين ومتابعينك كرام تحيات لك تحيات تحيات طيب باي الدقيقة الاخيرة ما يساعد انه هنا اشكراك واشكر كل من اشتغل وبادر ما بس برصيف الكتب طبعا وهو محور حديثنا ولكن تشجع انه باقي الشباب اللي يشعون يعطينا شي جديد يبتكرون اشياء جديدة وماذا رأيك؟ اكيد والله يعني كل شخص يضيف مكانه كل شخص يضيف من الشيء اللي يقدر عليه الشباب اوكل فان من جانب الفن من جانب الادب كل شاب يقدم اللي يقدر عليه وان شاء الله تجدد صنافتنا اليك في برامجنا اللي داما يعني احنا نشتغل عليها لدعم الشباب والمهبوبين شكرا بمشاهدين على حسن مشاهدة واسف تنقلكم انتهت حلقتنا انتظرونا بحلقة جديدة الاسبوع الجاي مبرنامج حكي مصناوي على شاشة الموصلية شكرا جزيلا مع السلامة شكرا نشاهدين على مدينة ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا نشط واتبعد